واحدة منهم اللي هي اللي كسبت هي كانت وزيرة خارجية في الحكومة والسناك ده كان وزير الخزانة أو وزير المالية في الحكومة وكانوا متنفسين ضمن 12 أو 14 واحد جوه الحزب يعني الحزب ده عنده قناعة أنه عنده 14 واحد ينفعه رئيس وزراء وفي النهاية صفه 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 لغاية ما دخل 160 ألف عضو من بتول حزب المحافظين قدوا سناك 60 ألف وقدوها واحد وثمانين يعني حاجة كده طيب ده إيه الناس اللي بتتربى سياسيا دي إيه الناس اللي عارفة الحياة السياسية دي إيه النهاردة وإنت بتتفرج عليها وهي بتتكلم وإنت شايف الحزب الصف الأولاني اللي هيعد الصف الأولاني اللي هيعد هم كل زميلها اللي كانوا ضدها كلهم كلهم وبيسعفولها ويساندوها وشايفين إنه هي الأفضل بما إنها كسبت هتقول لي وانا مالي أظن انت بيت تفهم وانت مالك إحنا محتاجين يبقى عندنا حياة سياسية في مصر إنت عندك مثلا متسجل قول مية حزب فيهم عشرين هم اللي بيتحركوا فيهم أربعة خمسة هم اللي الناس عارفينهم أو بعض الناس أو قليل من الناس يعرفوهم ترجمة نانسي قنقر